السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الرحمن من قناة جود جود وشارح فيديو بديو سور نامج الار. النهاردة هنتكلم عن ازاي اضيف رو جديد عن طريق خاصية الايه? الار بايند. ايه با هنتكلم النهاردة عن ازاي اضيف صف جديد. تمام? عن طريق الار بايند فانكشن. في البداية كده احنا المرة اللي فاتت تعلمنا ازاي نعمل تمام? وبعد كده اتعلمنا ازاي نعمل نستخدم السي بايند والار بايند. وتعلمنا ازاي نعمل اسماء للروز. تمام? عن طريق وفيه برضو حاجة اسمها نعمل اسماء بس كده كده مش محتاج اعملها اسماء. تمام? وبعد كده اتعلمنا ازاي ابدل عن طريق حاجة اسمها اللي هي تبديل الموضع اللي هي تمام? دلوقتي انا عايز اتعلم ازاي اضيف رو جديد تمام? عن طريق اضيف ازاي رو جديد. بكل سهولة كده هنشي جديد. هنشي ايه? جديد. هسمي الجديد مسلا. نا هكتب تحت عشان هبكتب تحت دايما. تمام? نزل ماينس. وهدي الجديد مسلا قيام. قيام مسلا قيام عادي. مسلا هندي الوحداشر. تمام? اتنا عشر ترات عشر. اربعة عشر. خمستاشر. تمام? ازاي بقى اعمل للرو ده? ازاي احط الرو دوت في معه الميتريكس اللي فوق. بكل سهولة هكتب سي. تمام? وبعد كده لزا ماينس. سي اللي هو الميتريكس الاصلي بتاعنا. اسم وبعد كده كل سهولة كده. تمام? وبعد كده اسمي بتاع ده انا عايز اضيفه اللي هو تمام? وبعد كده اضغط على سي. هلو اخذ ان هو اضاف لي جديد اللي هو اللي انا لسه اعمله عن طريق خاصية خاصية الار بايند. تمام? اتمنى اكون استفادت من فيديو دوت. كمان في فيديوات الجديدة ان شاء الله. ما تنساش تعمل شير وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس وتعمل لايك الفيديو. شكرا.